اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيد وزير المالية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغداء صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وصرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء مع الميكانة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ كما وجه السيد الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشرعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ بما يتوكب مع عملية التحديث الشاملي للمنظومة